انطلقت ليلة البارحة في فضاء تنوع الثقافي والبيئي سهرات النسخة السادسة من مهرجان ليالي المديح النبوي في رمضان الذي ينظمه كل عام في مثل هذا الشهر الفضيل مركز ترانيم للفنون الشعبية وتميزت الليلة الأولى من هذا المهرجان الذي ينطلق رسميا ليلة الجمعة القادمة بتنظيم ندوة عمل علمية حول المديح النبوي شارك فيها عدد من الأساتذة والباحثين والله التنوع بإيب واشوط الليلة البارحة انطلاق فعاليات النسخة السادسة من مهرجان ليالي المديح النبوي الذي ينظمه مركز ترانيم للفنون الشعبية والمديح النبوي وشمل برنامج هذا المهرجان المنظم هذه السنة تحت عنوان دورة المرحوم المداحة سرب من تجديد عرض ندوات حوارية حول المديح النبوي مدرسة إيجيدي وأوكار نموذجا وعرض وصلاة مديحية خلال ليالي المهرجان الخمس يتناوب على أدائها فرق معروفة بامتهان المديح النبوي في كل المناسبات والمواسم الدينية خاصة في هذا الشهر المبارك وأشهد رئيس مركز ترانيم للفنون الشعبية والمديح النبوي السيد محمد علي والبلال بالحضور المتميز كما وكيفا لهذه الأمسية المديحية وأذنى على ما يحظى به المركز من دعم مادي ومعنوي من السلطات العليا للبلد مما مكنه من تنظيم النسخة الماضية في ظروف جيدة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشراب المرسلين أشكر الأساتذة لقبلوا بأنهم يشرفون بهذه السنة في البحث في هذا الموضوع وهو موضوع المدح النبوي منطقة القبلة نموذج وبطبيعة الحال هذه الندوة تدخل في صميم برامج وأنشطة وأهداف مركز ترانيم للفنون الشعبية حيث أن البحث والتدريب والتكوين المداحة وتعطيرهم جزء لا يتجزء من برامج ترانيم التي تعمل عليها طيلة السنة أو طيلة السنوات الماضية إذن نحن في مركز ترانيم للفنون الشعبية نعمل جاهدين على إعادة إحياء هذا التراث من خلال مجموعة من البرامج ومجموعة من الأنشطة والندوات الفكرية والبحوث العلمية لا تقل أهمية عن الصهرات المديحية الكبرى أو المهرجان الذي نحن في صدد قيامه بعد أيام وأنتهز الفرصة هنا لأشكر جمهور مركز ترانيم للفنون الشعبية على المواكبة كما أشكر جميع الإعلاميين وخاصة القنوات التلفزيونية والمدونون على كل ما يبذلونه من أجل توصيل رسالة وأهداف مركز ترانيم للفنون الشعبية إلى بعض الحدود وجرت فعاليات الأمسية بحضور جمهور معتبر من مختلف سكان إنواكشوت ليالي المديح عندها أكثر من رسالة واحدة أعلن ساكن تنواكشوت تجمهور حول متح النبي عليه الصلاة والسلام بحث ذاتها رسالة مهمة والندوة هذه السنة عنوان المتح في منطقة القبلة خصوصا في قيدي واوكار كنموذج وهذه الندوة الرابعة بعد المتحف ولاية درار والمتحف ولاية العصابة والمتحف ولاية تنشيري لآخر دورة فمجموعة من النشاطات العلمية والأكاديمية اللي يقوم بها المركز وهذه الندوة تدخل ذاك النطاق لذاك شكرا إذن لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مشاهدنا الكرام صدفنا لكم السيد الشيخ الحسن البنباري المسؤول الإعلامي للمسخة السادسة من مهرجان المتحف المقشوط أهلا بك معنا أهلا بك أستاذ الحسن أستاذ الحسن ما الذي يميز هذه الدورة الجديدة من المهرجان من حيث الفعاليات في هذا العام شكرا جزيلا لك وشكرا للموريتانيا الثقافية أحب فقط قبل أن أبدأ في سؤالك أن أبدأ من حيث من التقرير بالأساس طبعا شكر دائما لجهود الإعلامي لأنه معروف أن هذه المواكبة الإعلامية هي التي تصنع هذا المهرجان ولكن للحقيقة الدولة لم تقدم للمهرجان ولا لمركز سرانيم أي دعم مادي هناك فعلا دعم معنوي متعلق بأنها لم تعرق لنا إداريا والمواجهة أي مشاكل إدارية ولكن بخصوص الدعم المعنوي هذه الكلمة نحن نضع تحت خط لأنه في الحقيقة لم يقدم لنا أي دعم مادي من قبل الدولة ونشكر لها فعلا جهودة فيما يخص الجانب الإداري فيما يخص السؤال الذي تفضلت به ما يميز مهرجان ليالي المديح هذه السنة بالذات هو أنه مهرجان بفعاليات مختلفة بأشطة مختلفة ستشمل على تكريمات لشخصيات وطنية مهمة ستشمل أيضا تكريم للفنان الراحل التي تسلمت جديد سيكون هناك أيضا مصطرة مفعمة بالتغييرات الكبيرة خاصة فيما يخص لائحة المداحة والمداحة المشاركة عن سهرات الماضية هناك أيضا تغيير فيما يخص بنية سهرات المهرجان خاصة إلغاء الليلة المخصصة لمدرسة واحدة من المدح أو لولاية واحدة ستكون هذه الليلة أكثر عمومية وأكثر شمولية لجميع مناطق الوطن جميل جدا إذن المديح النبوي فن شعبي أصيل له خصوصيته في الفركلور وأنماط الأداء في مختلفة بأنحاء البلاد ما هي في رأيكم أبرز خصائص هذا التراث الديني العريق ومن ناحية الشكل والمضمون من حيث الشكل ومن حيث المضمون ما يميز المدح عن غير وأنه ربما قد يكون الشيء الوحيد في موريتانيا وكمجتمع موريتاني نتفق جميعا أننا نريد أن نسمعه ونتفق جميعا أننا نريد أن نستمع إليه وأن نذهب إليه ويلقى ذلك القبول الشعبي الكبير كونه عبادة في الأخير بالنسبة لنا في ماركس ترانيم المدح هو السيرة النبوية ملحنة فقط وبالتالي هذا هو ما يميزه بدرجة أولى ولكن من حيث الشكل يختلف المدح عن الأنماط المديحية الأخرى فنحن مثلا في الثقافات الأخرى سواء في ثقافة قون أو حتى في ثقافة المجتمعات المقاربة لنا هم يمدحون ولكن يمدحون بطرقهم الخاصة ولكن ما يميز المدح أنه هو أيضا مدح بطريقة خاصة يؤدى بطريقته الخاصة أيضا وبشكله الخاص وترافقه تلك الحالة الخاصة المديحية وبالتالي ماركس ترانيم يقبل ويرحب بكل من يريد أن يندمج بهذا المدح ولكن بالنمط الذي يكون مثلا هذا الشخص مهما كان مستعد أن يتفاعل مع الشدادات مستعد أن يتفاعل مع الطبال هذا هو خصوصية هذا المدح التي نسعى للحفاظ عليها والتي نسعى إلى تقديمها للأجيال اللاحقة من المجتمع الموريتاني بالشكل اليليق وبالتراث الذي يحفظ السنة وأساسا مهمة الأساسية نعتبرها في أن تنقية المدح من بعض الشوائب اللفظية وما إلى ذلك أما من حيث الشكل فهذا هو الشكل الذي يجب أن نحافظ عليه ونعمل على أن يستمر جميل إذن تحمل هذه الدورة اسم رائدة المديحة النبوية المرحومة تسلم تجديد كيف تركت هذه المدحة الشهيرة بصمتها خاصة في ذاكرة رواد جمهور المدح يعني معروف على أنها كانت متواجدة في كل نسخة من نسخة هذا المهرجان غابت عن المهرجان في هذا العام يعني بصمة التي تركت المدحة متجديدة في أذهان جمهور المدح في الحقيقة وجود تسلم في المهرجان أو مغادرة تسلم كانت صدمة بالنسبة للجميع وأعتقد أنه جمهور تراني هو الذي فرض أن يحمل فعلا اسم تسلم هذا لأنه في ذلك اليوم الذي توفيت فيه كان المركز لوحده تلقى عشرات الرسائل على شبكات تواصل عشرات الاتصالات يسألون هل هذه حقيقة أم لا لأنه كانت تشاركت في النسخة السابقة قبل أيام قليلة جدا وبالتالي الجمهور هو الذي فرض وجود زائد أيضا الفعل القوي والمكان القوي التي تتمتع بها تسلم في المدحة النبوي في موريتانيا نعرف مكانتها في المسابقات التي شاركت فيها كامرأة مداحة أيضا قدرتها وأداءها السوتي تميزها يعني هي فعلا شخص ترك بصمة خاصة بالرغم أنه عادة يعتقد ببعض أنه المدحة اشترار أو تقليد لا ولكن تسلم كانت لها بصمة خاصة عندما تمدح تسلم مداحة تسلم التي تقدم وبالتالي فرضت نفسها كمداحة سواء في رحيلها المفاجئ أو في قوتها وحضورها في مجال المدحة أيضا هناك الكثير من العمال التي تقوم بها منها ألبوم تحت عنوان أسكي أيضا شاركت فيه قبل وفاتها بأيام صورت في عديد من المدن المرثنين في الداخل أيضا هذا شيء جعلها كله على بعضهم مؤهلة أن تكون فعلا هذه الدورة باسمها وهي قليلة في حقها بالنسبة لنا في ترين نرى أنه تكريم بسيط جدا لجهودها الكبيرة لخدمة هذه الثقافة وهذه ذاكرة الشعبية الموريتانية جميل رحم الله المداحة تسلم من تجديد وشكر لكم سيد الشيخ الحسن البنباري المسؤول الإعلامي لمسخة سادسة من مهرجان المدح بالمكشور أهلا مجموعة أهلا مجموعة أهلا مجموعة أهلا مجموعة أهلا مجموعة